برضو كان زي ما اتفقنا الميساق بتاعنا ان احنا بنسأل الاسئلة اللي بتتسيل دلوقتي في البيت أنا متأكد ان فيه ناس دلوقتي في البيت في كلام حضرتك عن الضغط الدم المرتفع ولما قلنا نتابع القياس هيسألوا يقولوا طيب هو اجهزة الضغط الالكترونية او الديجيتال دي مظبوطة ولا لازم نقيس في الصيدلية بالجهاز الزئباقي ولا لازم نروح مستوصف جنبنا وهكذا برضو عايزين نجاوب على هذا السؤال الحقيقة يعني ده فعلا سؤال مهم وده اللي احنا دايما بنشوفه في ممارساتنا الطبية اليومية جهاز الضغط الالكتروني هو الحقيقة مش هيكون بنفس دقة الاجهزة التقليدية العادية سواء الجهاز الزئباقي او الجهاز الهوائي لكن فيه اجهزة اكيد بتبقى يعني كفائتها كويسة انا حتى دايما بقول للمرضى بتوعي عشان تتأكد ان جهازك كويس لازم تكون عمل له معايير كويسة ايه المعايير الكويسة اولا ان هو لازم يكون لو هو بالبطارية يبقى بطاريته كويسة كويسة لو بدون بطارية يبقى متوصل بالكهرباء الحاجة التانية اعمل له معايرة معايرة ازاي اجيب الجهاز هو الالكتروني ده وايز بي ضغطي وبعد ما اشيله على طول اجيب جهاز تاني مزقبقي وايز في نفس التوقيت في نفس الدرعة لو لقينا حضرتك القياسات متقاربة يبقى الجهاز ده كويس وده موصوق فيه وكمل اياس بيه وانا متطمن صح ده طبعا المعايير دي اول مرة بس لو لقينا ان القياسات مختلفة اوي يبقى انا الجهاز ده مبقاش موصوق فيه ودور على جهاز تاني او يكون عندي جهاز زقبقي وحد متمرس هو اللي يقيس الضغط برضو لان اللي هيقيس الضغط بجهاز زقبقي او الهواء اللي سيكون متمرس اللي بيسمع بالسماع صحيح عشان يكون القياس موصوق فيه واقدر اعتمد انا على القياسات في البيت كورتي كوف ساونز ايوه نسبة للعالم اللي اكتشف الاصوات اللي هو الناس كلها بتفتكر ان الاطباء لما يدوقي لما يقيسوا الضغط يا جماعة فيه اصوات احنا بنسمعها والاصوات الخفوت اخر صوت يعني الموضوع يعني عشان انا ليه بقول المعلومة دي والله مش تقليلا من شأن حد بس الطاقم الطبي سواء كانوا الاطباء او السادة في التمريد او كده بيكونوا مدربين على قياس الضغط فيه ناس بتقيس الضغط كده بالايه بالزي ما بيقولوا بالممارسة او بالوايم او كده فده ممكن القياس ما يبقاش مظبوط لانها بتعتمد على دي معلومات درسناها في كلية الطب يا جماعة فعشان كده احنا بنقول للناس يعني مش اي حد يقسلك الضغط يعني يفضل انه يكون حد متمرس وحد فاهم وحد دارس حتى لو في مكان جنبك وزي ما قال الدكتور احمد نظام المعايرة اللي هو ان احنا بس بنقارن القياس بتاعنا في البيت لمرة اولى بس في مكان طبي لو طلعت الامور تمام يبقى خلاص تمام